أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعت لي دربي إن حبك يا أمي وإن حبك يا أبي حبكم يجري في دمي شكراً 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 مرحباً بكم في عدد جديد محصتكم أولادنا تحت جنحنا أولادنا تحت جنحنا حيث نتطرق فيها لعدة مواضيع مواضيع تهم أطفالنا وتهم طريقتنا في تربية النجم اليوم موضوع مهم الأولياء يتسألوا هل ترى أننا نبعت أولادين لكوروني دفاكونس هل ترى كي تكون رحلة مدرسية نبعته ولا نخاف عليه اليوم جبنا معنا أخي السعين يكلمونا لهذا الموضوع باش يطمنوكم لأن أولادنا محتاجين لهذا الرحلات وهذا الخارجات وهذا المخيمات إذن موضوع اليوم هو المخيمات الصيفية والرحلات المدرسية اليوم معي السيد لابري نوردين مختص في علم التربية 39 سنة مرحبا بك مرحبا بك أستاذ مرحبا بك تفضل 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 شرفتنا 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 مرحبا بك شرفتنا 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 ومعنا كذلك تجربة حية عسام عسام نحظة بك عسام راح نكلمنا على تجربة نتاعه نحظة بك فضل عسام فضل 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 في كل حسن استضيفوا طفل وطفلة يدي الواجبات المدرسية تاعوا في هات المكتب الجميل معنا اليوم حورية تعالي بنتي تعالي أروحي بنتي مشركي بنتي لا بس شعر في عمرك حولية 13 13 سنة وشم سنة تدرسي ثانية متوسط ثانية شاطرة في تيرسها الله يبارك وكيفاش ديري الواجبات المدرسية تاعك وحتى يقول لك روح يديريهم لديرهم وحدك 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 من نظمة وقتك وكامل عندك وقت للعب وقت باش شوفي تلفزيون ووقتي يعني باش توحي الانترناتو كامل يعني ترفت نظمة وقتك ولكن ما تكترش منهم تلفزيون وانترناتو كامل ياخي إذا بنتي روحي دي الواجبات المدرسية تاعك لك فضلي وانتو متاني ياقفال هذا هو الوقت اللي دروا فيه الواجبات المدرسية تاعكم شكرا 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 مرحبا بكم مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصة ولدنا تحت جنحنا ولدنا تحت جنحنا اليوم موضوع مهم مهم جدا لماذا؟ لأن الأولياء يتسألوا بالمرات جيهم ورقة هكذا من المدرسة يقولوا لهم هناك رحلة رحلة ولي الأمر يتخوف يخاف يقول أنا نبعث ولدي يروح رحلة هدي رحلة يعني في اليوم ما بلوك لما تكرموا المخيمات الصيفية للأولياء يسلموا أولادهم يعني قرة عينهم لمدة أسبوعين ولا أكثر ولا ويسفروا يروحوا بعيد وكمان يقدرش ما بايشوفوا ولا يطلع عليه ولا حبينا اليوم من خلال هذي الحصة هذي نطمنوا هذي الأولياء هذو ونقولوا لهم باللي ولدنا محتاجين لهذا الرحلات هذي نبدأ بيك أستاذ لابري نوردين مدير مؤسسة السابق وأستاذ في مدينة تربية تسعة وثلاثين سنة حبيتك تكلمنا عن الرحلات المدرسية ما كانتها في تربية طفل وكيفاش كانوا الأولياء يتعاملوا معكم يا هل تارا كانوا يتخوفوا كانوا يجيبوا أولادهم يسلموهم كانوا يعني وشما الضمانات كذلك اللي تقدمهم المؤسسة لهذه الأولياء فضلوا أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم والصالة والسلام وعلى أصرف المصالين مساء الخير سيزيد مرحبا نحيي وك ونحيي والضيوف اللي معنا ونحيي والولادنا اللي نحضرين معنا في الستوديو ونحيي المشاهدين الكرام خاصة أولياء التلميذ رحلة المدرسية في إطار منظومة التربوية وفي إطار التربية بصفة عمو التعليم لها أهمية قصوى لأنها داخلة في آليات التعليم فالأهداف منها وشنها؟ أولا لماذا الرحلات موجودة ولازم تكون؟ ما هي أهدافها؟ أهدافها وفوائدها ما يخفش أن التلميذ كما قلنا عدة مرات يعيشوا في المدرسة وقت طويلا خلال السنة الدراسية ولم يعيش الإنسان في مكان مدة طويلة يحدث له الملل ويحدث له السأم خاصة عند الطفل الطفل يحب يكتشف يحب التغيير وفي المدرسة عموما يأخذ يكتسب أشياء نظرية يكتسب أشياء نظرية لكن الأشياء النظرية لا ترسخوا كما الأشياء الملموسة التطبيقية الملموسة واللي يشاهدها بعينه فلازم يكون فيه برنامج وفيه في الحقيقة في بعض المؤسسات أو في أغلبها فيه برنامج مرة في الشهر أو في الشهرين يكون فيه اجتهاد من طرف رئيس المؤسسة والفريق التربوي وأولياء التلميذ لتنظيم رحلة سميها رحلة تربوية ثقافية ما رهيش الرحلة ليديها كما يديها مع العائلة هذه حاجة أخرى تماما ينجم باباهي ماهي يديها في السيارة وفي عطلة آخر الأسبوع في فندق جميل في ولاية أخرى ولكن هذه ما رهيش ما عندهاش التأثير والبعد التربوي ما عندهاش بعد التربوي ما عندهاش تأثير مهما كان مستوى الأبوين فالرحلة المدرسية رح تتعزز رح تتعزز ما اكتسبه التلميذ في القسم وما أخذه خلال برامج لدرسوها في مختلف المواد نعطي أمثلة نعطي أمثلة التلميذ يدرسوا الطقس ويدرسوا الجو ويشوفوا هذا المنشط تتعنشر الجوية يوميا في البيت لكن لا يعرفون كيف يتحصل هذا المنشط على هذه المعلومات وكيف يتحصل المركز للأرصاد الجوية هذا مثال تعب فقط بدل لأنني أنا عسته وانت دايما طالبني يستيزيد عن تجربان تعنا لأنني أنا عسته وديت تلميذ مرتين أو ثلاث مرات المركز للأرصاد الجوية بتدار البيضاء وقل لك يعني التأثير نتاعه التأثير نتاعه حتى أنا فيها أنا اكتشفت أنا بكتش ما عرف كيف وحتى الأستيدة اللي يرافقوني يكتشفوا ما بلكوا التلاميذ يعني لما قلنا لهم المرة هذه رايحين للأرصاد الجوية كانت واحدة الفرحة حتى من طرف الآباء حتى من طرف الآباء ونقول لك سيزيد يعني شو نعطيك مثال آخر باش نبيل لك الأهمية على الرحلة الثقافية التربوي لما رحنا للأرصاد الجوية بيننا بين التلاميذ كيف كذا كيف تتتم الحصول على المعلومات والأدوات وهذه يكشفوها كل شيء والخرائط وما شبه ذلك وما تقال هاي نقاش أعطوه أسئلة تلميذة سألت المنشط وقالت له سيدي أنتم كم من مرة تقولوننا غدا في الوسط مثلا تكون أمطار وحنا ننتظر أمطار وما كاش أمطار أنا أنا كنت خفوية فجأت قلت كيف سيجيب قلت شدي تسرى هذه تحدث فأجابها قال لها لا قال لها نحن لما نقول في وسط قال تمامنين قال في القول ما القليعة قال لما نقول في وسط البلاد مش معناه في القليعة أو في بسماعي أو في زرادة بالمرة تكون تمشي خمسين متر مئة متر هنا أنا مكاس وهنا كان الأمطار ولكن في وسط البلاد سقطت الأمطار في جهة ما ولم تسقط في جهة يعني يقنع التلاميذ فأصبح التلاميذ أكيد يصبحوا يثقون بمهندسين في العصاد الجوالي كيفاش كانوا يتعاملوا الأولياء مع هذه الرحلة يعني يوفقوا مباشرة كانوا يجوك تلاميذ يقول لك الولي تعي محا لا لا ما فيش ما فيش لا لا أبدا أبدا لأن الأولياء يعرفوا جميل لا الأولياء يعرفوا بأنهم مؤطرون بأن التلاميذ مؤطرين الأمنين أمنين جميل لا 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 يحقوا لنا ولازم تسريح من مديرية التربية تكون عارفة لا فيه هذا التأمين وفيه تعطير جميل بالعكس يعني شهادة لله الأولياء يسهموا حتى سيزمنا تكره حافلة أو حافلتين وتطلب مننا شوية أموال والأولياء يسهموا وما شاهدنا يعني بالعكس كان يجيوا وقلوا لك على شو اللي دي مسحة لوش وبعدنا نحن نقولوا له ما نازل تريح له أخرى في جهة أخرى كين كذلك المتاحف المتاحف نحن نتكلمون عن الصورات نتعونا ونكلموهم عن المواقع التاريخية والأثار مدينة الجزائر وما شوارها ولا مدينة التبسة ولا مدينة التلمسان يعني عندهم أثار يخذوا يزوروها التنمذ الصغار كين اللي عمره ما شاف حيوان هكذا بالضب يشوفوا في التليفزيون وشوفوا في الانترنت تخذوا الحديقاء تخذوا الحديقاء يجوز وقت يعني ويشوفوا بعينه بأم عينه فهنا كل مرة يروحوا للمصانع تاني يعني يشوف كين بعض المدرس شفتهم خرجوا ورحوا للمصانع مثلا مصنع حالي برامي رحوا شافوا كيفاش رامي يصنع الحليب كانت فرحة كبيرة يروحوا للمقر التليفزيون مقر الإذاعة يعني جميل 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 نعم هذا الرحلات يعني لا تخلوا من فوائد وفوائدها كثيرة والمعلم الماهر يطلب من التلميذ بعد العودة يطلبوا أسبوع يقولوا دين لي تقرير اكتب لي ما شهد يعني نص ولا حاجة وهذه كذلك يزيد التلميذ تلقاهم يتنافسوا أو أفواج قال ربعا أنتم ما تشتركوا فيه أنا شفاكونا ساق ونحبو كين دخلوا من العطلة يقولنا كتبونا وجذلتوا في العطلة نعم نفس الشي نعم ما تعلمناه وما تربينا عليه بما عشناه هذا هو الربط الربط بين الاثنين جميل إذن قلت كين أهل الناس سحرام مثلا عمرهم ما شاهدوا ما يشوف البحر يعني عقلية خطأ يجيبوهم يعني في ثلاثة يام اربع يام وفي الصيف يعني يدروا يعني هي اللي احنا نستنعوا نعم مع السيد والعكس والعكس نفس الشي سوف سيزيد ربما هذه ونتوقف ونخلي الفرصة لزملائنا العام الماضي احنا وش درنا العام الماضي كنت نتقعد العام الماضي وش درنا في دار الغرناطي اللي هي مدرسة بمدرسة وعدنا تلميذ وش درنا نظمنا رحلة الى تيميمون في ديسمبر اولا الاغلبية الساحقة من تلميذ ما شافوا الصحراء هذه واحدة راح نكتشاف الصحراء ولكن في ذات الوقت وش درنا احنا مدرسة احنا جمعية تعال موسيقى تعال فن ولكن وش درنا كل تلميذ اتى بشيء بهدية منقرش صدقة بهدية الى ابن من ابناء منطقة تيميمون مش مدينة تيميمون مدينة تيميمون ولو جاي في قلب الصحراء لكن هذه مدينة ولكن لو تمشي خارج المدينة تجد حالات يعني اطفال كم مثلهم ولكن يعيشوا في واحدة الوضعية عزلة عزلة وبسبب العزلة يعني هذا شيء عادي في سبب العزلة يعني فرحوا بهذه كل هدايا يعني نعم نعم ولكن ادخل الفرحة للاطفال هذوك اللي هم اخوانهم ابن وطنهم ابن بلدهم ولكن هذا العمل الخيري اللي داروا دار ألاف دون ميل كيلومتر ولا ميل سيسون كيلومتر ولكن دام على حاجة تعلموا كذلك الكرم تعلموا التضامن تعلموا الإخاء يعني نهيك نهيك عن العيش مع بعض العيش مع بعض يتعرف على ناس وحدة أخرين يتعرف يعيش مع زملائه في ظروف أخرى غير البيت وغير المدرسة وهذا كله يكون شخصيته ويكون ويزيد في 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 علاقته مع غيره ومع المجتمع لأننا نحنا في التربية في التعليم ما هي مهمتنا الأساسية هو نهيئ ونكون رجل مواطن المستقبل وهذا المواطن المستقبل لازم يكون متفتح لازم يكون قلبه كبير لازم يحب الغير لازم يتفاهم مع الغير شكرا 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 لستد لابرينوردين شكرا سيد حميد هلال لما تكلمنا قللك أبناء الصحراء يجووا يشوفوا البحر وأبناء يعني المرطقة الساحلية يروحوا للصحراء وكامل حبيت لو تكلمنا على الخبرة نتاعك في هد المجال هدى للمخيمات الصيفية المدبية تتكلمنا على النحية التنظيمية يعني كيفاش الأولياء باش يعرفوا كيفاش هد المخيمات الصيفية هذي اللي منتابعة وكيفاش يديرهم بلك الأولياء اللي مشوفوا فين يحبوا يسجلوا ولادهم وين يقوموا يسجلهم وكامل وكذلك يعني الجانب التنظيمي كيفاش تكون هد المخيمات الصيفية تفضل قبل ملكوشين شكرك يا زيد السلام عليكم مرحبا بيك مرحبا بيك إن شاء الله نحن نفيدوا الناس اللي ما عندهمش معلومة على المخيمات الصيفية وعلى العطل الترفيها الأطفال بضل عمو كين الأطفال اللي يبدأ من ست سنين حتى لثلتاشين سنة اللي روحوا المخيمات الصيفية من ثلتاشين سنة الفوق رح يدخلوا في سن المراهقة عندهم برنامج آخر هذا برنامج تحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس لهادو لازم يكونوا تابعين لوزارة الشبيبة والرياضة المديريات للتأثير للتأثير شميل الوزارة تأثر المؤطرين هدو اللي باش يأثروا هات الأطفال يعني هم مشكلة تكوين كذلك عندهم تكوين يعني باش يكون منشط لازم يكون عنده تيرمينال دكور مش التيرمينال باقي يكفي في التيرمينال لازم عنده توتن دوسي الدوسي هدي فيها شهدة ميلاد شهدة طبية شهدة مدراسية يجيب وش عيطوله كاشيج دي سير دياله صوبة بخ العدلية صوبة بخ العدلية وصور باش يدير تكوين باش يدير تكوين باش يدير تكوين وقبل ما يروح تكوين مش يروح حق دي حدوصي ويجوز التكوين لازم يجوز تست بسيكو يهضروا معاه يهضروا معاه يجوز قبل ما يلحق المرحلة باش عيطوله يعني لازم يكون عادي يكون لكي يشوفوا هذا الإنسان باش يتعامل مع الأطفال بالضبط شي مهم أيوا هذا كي يجوز في التاست من بعد باش يقدروا يعيطولو يعني درجة أولى كمنشط في مخيمة صيفية كي يعيطولو رح يتربص مدة أسبوع رح يكونوا نتمك الناس المختصين كل واحد مختص في شي لأنه المخيم الصيفي كيروح لانيماتور يكون عنده تدور في التنشيط في التربية وفي سلوك مع هذك الأطفال يعني رح يتعامل معهم في البرنامج كامل تعد دورة في هذا الشيطانيك رح يكونوا الناس مؤطرين يعني رح يكونوا يحيكون المدير المدير عنده الأجوان تاعه رؤسة طالعة يعني دلالي حيتقسمه تولي المهام صغير للمنشط قبل ما تلحق دور المنشط رح يكونوا ناس سيبرير عليه يعني المدير أجوان دينكتور شاف مونيتور والتاقم الطبي طاقم الطبي بالطبع كين طبيب وين يكون معا تانيك الممرضين ماذا كين حيات احنا بشيطمنا نقصد احنا لبارو لم يشوفوا فينا باش نقول لهم هذو الناس كامل اللي رح يقوموا بالمخيم الصيفي مشيها كبرك يعني طفل قبل ما يلحق دي جاي يجوز لا فيزيت يجيب دوسي ميديكال معاه قبل ما يلحق المخيم الصيفي كين يلحق المخيم الصيفي الناس احتهتم به يلحق الأول يوم يحيكون فيه تايعلي كونترا فيزيت بالليها تطفل راه عبط باش يقعد 15 يوم بعيد على ودي امراض والحاجة خاصة الامراض المعدية ولا بعد شر بس كل الاولياء مثلا ماركي وليده يقول له غدوة تروح بعد غدوة يصبح بالحمى وليده يبقى يبكي يقول له لا لا قعد نديك للطبيب يقول لا لا نروح 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 بلك يغلبو بلك يخليه يروح يكون عنده مرض معدية ولا بعد شر لازم لكونترا فيزيت هذا كوة يزيد يعني ويكون مدير يكون واقف على المخيم تاعه عنده المقتصد اللي حيكون في الجهة تاع المطعام والمطبخ الطبخ يعني شاف كويزيني بلي بليزة اللي ديالو يكونوا لزاجونت سيرفيس اللي راح يقوموا باش يحضروا يعني الاكل تاع الاطفال في الطاب لا يطفل مع المونيتور تاعه يدخل يلقى كلش جاهز كلش وجد الطبيب اللي راح يجوز ويلاحظ كاش امور ما تليقش بالطيب بالطيف اللي يعني والاكل اللي راح يكون تانيك الوجبات 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 تاع الاكل كيفاش شكولي دي الموني شكولي طباخ او لا عادة اول يوم يتلاقى فيه الطاقم تاع المخيم كامل يعني العائلة المخيم كامل اللي كي بيضاقوجي كل ميتسان اللي كونوم يديروا اجتماع في اللي احنا مضارين هكذا نتلاقاه وكل واحد يمضرعوا على الطابق اللي راح يكون يعني يتلاقم الشاق جوري حيكون ديفيرون يعني كي يكون يوم الجاج غدوة يكون الحوت يعني باش تقل ما يملش يعني الفطور مش كيف كيف مع العشاء كي يشرب زعم اليوم القهوة بالكرواسة وغدوة الخبز والزبدة غير غدوة من داك حيكون اكل اخر اكستيرا يعني ما يكونوش يتابقوا قعمة ما يتشابهوش ويكون هدي بالتوافق مع طبيب اللي باش يديروا برنامج خاص بهذه الدورة تشوفو لزاليرجي طبيب ينتبه لزاليرجي اسكو الاطفال والديهم مثلا لم بيعتوهم اسكو صرات لكم مرة ولا وانو حدي يقولكم أنا ولدي عندو أليرجي بالطبع الناس يعني لولد خاف يا زيد كي ينبسح الناس كين دري يتحرموا باش يجوزوا لفاكنز صورتوا للاطفال اللي جايين في الجنوب اطفال يكون يعني تقدر تحرموا ما يجوش لفاكنز حياتو كامل هذا شكن ياخدوهم شارج بلك والديهم ما يخرجوش عطل ما يخرجوش فاكنز معنهم هلو الطفل هذا شغل يتحرم احنا وكان دي كاوين كانوا طفال ما عندهم بروبلم كاردياك كان درال دي زازماتيك كان مدارع يلحق لي الطفل هذا يقول لك أنا ماخدوش شارج أنا نخاف مكيكون ورقة من عند الطبيب ويعني كان لا تلعب ولكن مش يترفض ولكن ترد بالك عليها ترد بالك بيسر لازم تفيزي اللانيماتور اللي كان عنده هذا التفل منشط وهذه يرد بال لأنه كي ما قول لك يجيب دوسي ميديكال دوسي ميديكال يكون عند المدسان يدير من بعد دوسي ميديكال هدا كيرو عند اللانيماتور قبل ما ياخد طفل عن شارج عنده دوسي ميديكال عنده ياخد منه الكوردوني كامل تعطفل قعل ملاحظات واش كاين في الكارني دوسي ميديكال على بلو شاكون فون واش عندو كون بروبلام ولا وشي يقدر يكون فضاك التفل باش يعيش في هدك ال 15 يوم في هدك الدورة على المخيم باش يكون الكونتاكت سهل ما بين الانيماتور وهدك الانفون جميل جميل شكرا شكرا سي حميد مرحبا بك سامير مادام سي حميد تكلمنا دار هدك السلسلة وصلنا لعندك وصلنا لعندك جنرال مول الوقروب الفوج اللي عند الانيماتور شح لكون فيها ببريم من واحد يعني تكلمنا بعجلة هكذا على الكنديسون دو ترافاية تعكم كيف أول بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك شكرك يزيد علي حسين الضفا الوقروب يكون من 10 أطفال حتى 13 دكور تحت مسؤوليتك يعني أسبوعين ولا تلت أسابيع ولا صديبون صديبون من 10 إلى 12 كي يجو البرومي جور كده مننا حاجة اللولة اللي ندير هلهم هما إلى مرات عندهم بدواء واحد يشرب بدواء ولا واحد كانوا مزاف يتحو لأنه عندهم سكر كان عندهم سكر يجي مع باريتاعو لازم تأسوه لازم كل دقيقة كل ما يأكل لازم تأسوه كده مننا ونأسوهم كل حاجة يا زين كي بدي من نهار يجي اللي يختر اللي أولا اللي يجي ونتهم شغل ولادك عندك دلاري ولادك 12 لازم تربيهم أحسن فسهم ما كيجوا راحين دامين يبكوا يبكوا حسرة يولفو كتر من ملك يبكوا بالمزاف يعني عشرة 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 عشرية وليزني ما ترتوع أنا الحمد لله أنا رحتوا بزاف لكوروني هكذا إما لزيارة ولا لحفلات ولا شفتهم يتعاملوا مع الأطفال شغل ولادهم يعني شهادة لله مش يحبوك بزاف لفقيت لهم حالان كان بعد الأطفال يا زيد ما يعرفوش ما أنت الحانة يجي لعندك تلقى لسق فيك وينت روح يلسق معاك يعنقك يقعد معاك يحكي لي يقدر كيف يكون البرنامج الساميل يبدأ اليوم الثاني يحن نحضر اليوم الثاني ينوت صباح نفهمهم كأن البيت الجاميل يسقولوا بلميز بيت الجاميل يسقم حويجو يروح يقسل وجوه وقدر يقسل هو يسقم حويجو يسقم حويجو يسقم مطرح تاو يسقم كلش عدي ملاحة بيت الجاميل وعنده نقطة تنقيت تنقيت أحسن نقطة يكونوا البيت وشمال الفوج وشمال جميل 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 من بعد يسققه وقدر 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 يقود يقول لي يلبس حويج لبحر يروح لبحر الصباح متساعة تل 11 ونص عود يتلع يدوش وقدر وقدر يدخل المطعم يفطر وقدر يروح يدل السياست جميل جميل هذه السياست هذه يعني مهمة مهمة أن الطفل يتعلم يتعلم وقدر يتعلم ثلاثة وربعة كين أنقوتي وقوة وقوة وفوش يخرج ويحوس وكين فوج يوجد لفي الصهراء كل يوم واحد بالتنوب كل يوم فوج كل يوم فوج وقدر في اللي قاعد يدير الصهراء يدخل لمرق التحون داك وفادي السعراء وشو من النشاطات اللي دير هم كين مسرح كين غاني نشاط كين رقص كين ديسكات وكين كين كتاب الحي ونشاطة يديرهم الأطفال الأطفال هم يدير النشاطات هم يوجدون كل يوم بنشاط كل يوم وش كين جميل 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 وش يحب تقولي على كتاب الحي كتاب الحي هو شغل قصة يقرأ وكين بعد المنشاط ينترنيو شغل مسرحية بصحبة بالراوي الراوي يقرأ وهم يلعبوا هيدلوا الحركات جميل جميل شكرا 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 سامير عسام هذا يوم رأيك معنا حبينا حبينا شاهدة شاهدة ما عند أنجون ولا طفل ولا اللي راح لك ونية فاقونس يكلمنا على الخبرة يعني وش كتاسب وش كتاسب من هذيك التجربة هذيك وكي راح لأول مرة لأول مرة كي رحت عجبك الحال عجبك النشاطات المنشطة كان مليح كي رحت بكيت حبيت تتعود ترجع كي درت أصدقاء السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك بون هر رحت لأكلوني لأبرمير فوق كنت في عمر 11 سنو رحنا لأكلوني بون وين رحت وش منطقة ساحلية سوق ثانية سوق ثانية حسنا كي ما قال لك العفزة الأولى اللي عجبتني كي ما قال لك الأخ الكريم المنزل الجامل هذك تنوت صبح ربي وهاذي كل منطع الصباح وكمال تنوت بحيوية ونشاط يعني والله غر وش كنتت أصدقاء في الكولوني هذي تعرفتوا بنهاس تعرفتوا يعني تعرفت بنهاس بزاف يعني ما ما علمونا كيفش نحضروا مع الناس علمونا كيفش نتعرفوا على عباد علمونا سوالح بزاف كنا هذو كل نشاطات في الليل اللي كانوا يديروهم المسرح وغناء وشرتوه أنا رحت مرة للكولوني كنت صغير على الكولوني كيفش هذو كل نشاطات كنت عايش معهم أجبوكم النشاطات هذو وكي رجعت الدار قد تحكي لهم مو كنا مع العشية كل يوم عشية عندنا مندك ديسكاتش مندك لعبو ألعاب مندك كنت تشارك فيهم انتا كنا نشاركو كنا نضحكو نقصروا مو كي رجعت الدار فرحوا الدار فاقوا بلي يعني فاهموا بلي عجبك الحال فلاكولوني وكامل يعني والله ما نقدب عليك الحال عبسالي تسمى اللولامة ما كنت حاب نولي الدار فالمو كان عاجبني الحال منها ما كنت حاب نولي الدار ميكي رحت الدار حكيت لهون منها يا مام خويا وحدة وخرى منها حبي روح عبيها عجبوا من الحال جميل 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 عيسام جميل مدبية شكرا مدبية نختم معك سي حميد هلال حبيت الأولياء اللي يرام يشوفوا فينا ويحبوا يسجلوا أولادهم بش يروحوا لكولونية فاكنس وين مدبية نوشهوهم يعني هي يا زيد المخيم الصيفي حداته عنده برنامج كان برنامج الدورة لا سيسيون ويني تبدأ حتوين تخلاص وكان برنامج اليومي سبا تفل في مخيم الصيفي في الإدارة المخيم يديروا له في شاش لان انا حبيت نسيق تخيق برك باش نوضح لك واحد صورة برك سغيراك يهضرت مقبل على في فينال قالوا لبرنامج هاداك الفيلم اللي يجي كان فيه قعد النشاطات اللي يكونوا في الدورة والأسماوات على الأفواج بالمنصة تحهم كل فوج غير يدخل على بلو وقتش هو يدير نشاط وقتش يدير كلا لا 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 هي كان دورة عائلة المخيم يعني المدير المقتصد اللي زاد جوان اللي شيفت سيكون اسم المدير واسم الفوج وفيه الأسماوات على الأطفال تحادك الفوج كل فوج يعطلوا الاسم تاعو نعطيك نقطة الإيضام بركتع مخيم صيفيه وكذلك يكون الدورة كامل عندها البرنامج الأطفال على البلهم بروميجور كيجو حتى نهار دير نيجور مقتش يروحو واش كاي النشاطات وبرنامج تعليو يعني فطلة صباحية كينو دود دراري واش يديرو الصبح كين بيت الجاميل يحضروا نفوسهم باش يروحوا للبحر نشاط اذك نشاط من بعد كيجيو يدوشوا باش ينحو دي سابلاج تاعهم من بعد رح يكون عندهم الفطور ولا سيست لأنه طفل كين برنامج هدي عييه كين هذيك الفطلة تاع لا سيست وبليكاتور في مخيم الصيفيه بضبط هذيك النشاطات اللي ندارو يخيروا لي مير نميرو ويديروهم فلافان ويكونوا هذيك عن ضيوف كالشريكة ولا تاع الناس اللي بضل انا رحت رحت كالضيف بيزير بي فينا واش حبي تقول على سؤال تاعك الاخير لا انا السؤال حبيت العائلات اللي يحبوا يمركي وولدهم مثلا يشوفوا فينا من معسكر من من تبسة من ادرار من حبوا يديرو حول كوني كين الشركات سوى الشركات اللي راهي كما يقول لك خاصة كين الشركات الخاصة ولكن هنحن نتكلموا على البرنامج تاع وزارة شبيبة ورياضة كين وزارة شبيبة ورياضة المديرية شبيبة ورياضة تاع بقاء الولايات ينضموا مخيمة صيفة عندهم برنامج عندهم 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 الكوطة ديالهم يعني يقدروا الاولياء يتقربوا يتقربوا لهم لميزون جان لميزون جان يعني دور الشباب الميزون جان يقدروا يروحوا ويسجلوا اطفال يتصلوا بهم يقولوا لهم باللي عندهم مخيمة صيفية شاكان يديروهم جميل جميل قع الأطفال تاع الوطن يقدروا يجو المخيم الصيفي الوزارة تكلفت بهم باش عندهم قاح حق يروحوا مخيم الصيفي جميل 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 شكرا 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 إذن يا أولياء الرحلات المدرسية مهمة جدا في التعليم تعودتكم وتقفتهم وتربيتهم وكذلك المخيمات الصيفية إلا أحبية أولادكم يروحوا لمخيمة الصيفية عليكم إذا توجهوا إلى دور الشباب يعني دار الشباب نتواجدها في الولاية نتعكم ولا في المدينة نتعكم التابعة المدرية شامل باور رياضة باش ولادكم يروحوا يفرحوا في المخيمات الصيفية لأنهم راح يتعلموا حويج بزاف إذا ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولدنا تحتج نحن بوان كوم ولا صفحة الفيسبوك ولدنا تحتج نحن سلام من حق النبوس نتعلم حتى ننجح نبدو الجهد نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولا بلدا نحب الجرية في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكذا إلاجنا بالمجر حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنا لا محبولة ولا مدلولة فرعب تحيا بسلم أمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان